طبعا طبما ان انت يعني ما شاء الله مكرجة ختيت 13 جايزة في اول فيلم اليكي يعني عندك كريدت واسابي خبرة كويسة جدا ليه رفض مهرجان دمشق السنة اللي فاتت عرض الفيلم المائدة في المهرجان ده ليه علاقة هو ما شافوش الفيلم هو ترفض فكرة انه انا يكون ليه فيلم في المهرجان انا كجهان الاعصر مش فيلم المائدة ده بشكل شخصي اه مظبوط هي حاجة شخصية اه انا معرفاش اه انا في 2008 اه اعملت فيلم والحقيقة شرفت ان انا اعمل هذا الفيلم مش عشان هو انتاج سوري لا عشان العناصر اللي كانت بتشتغل معايا في الفيلم عناصر فنانين من سوريا على اعلى مستوى ناس راقية جدا ممثلين انا دي اكتر تجربة بحبها في الحياة تجربتي مع غسان مسعود الممثل العظيم ده ويرا صبري ونضال نجم تجربتي مع ديانا جبور كاتبة السيناريو السورية دي بلا يعرف من هو غسان مسعود يعني روح يشوف فيلم kingdom of heaven بالزبط ممثل كبير ممثل كبير ممثل عالمي وممثل هذا الممثل العظيم ده جي اشتغل معايا فيلم رواقي قصير وانا مخرجة صغيرة وهو من هو واعجب بالنص وجالي وكان بيوصل قبلنا كلنا مخدش عمله بلا اجر عشان طبعا كل ده هيل بس اللي حصل انه جهة الانتاج اللي هي مؤسسة السينما السورية اللي يرأسها هو نفسه رئيس مهرجان دمشق الناقد محمد الأحمد لسبب انا معرفوش حقا لان هو اللي اصلا طلبني يعني هو اللي وافق عن النص هو اللي طلبني من مصر ان اخرج هذا النص تحت دعوة انه هذا النص بيتسم بانه محتاج لمسة مخرجة وهو يعرف كويس لانه شاف فيلمي الاول وقال انه اه صح قال للسيناريست ايو انا عايز جيهان زي ما انت عايزها وجابوني واشتغلت الفيلم وطلع فيلم الحمد لله موفق وفي لحظة ما حصل خلاف بينه وبين حد من عناصر الفيلم انا مش عارفة مين قرر انه يحبس الفيلم ده فانا ابتديت اضغط وقدم شكاوى هناك في وزارة الثقافة وشكاوى هنا في وزارة الثقافة عشان يخرج فيلمي للنور فهو ابتدى يستفز مني ان انا بعمل كده وكتبت في الجرائد هناك وفي لبنان وفي كل الجرائد وهنا فلما جاء بقى انا خلاص بقى فيه زي ما تقول حصل خلاف وسع وانا ما عارفش سبب وسع انا كم بدافع عن حقي لكن بينتهي الموضوع انه الفيلم لسه الفيلم حبيث عن دوم هو هذا فيلم بعنوان هدى اليك وكمان اصبح جيهان الاعصر حبيث عن مهرجان دي مش اساسا باي فيلم يعني مش بيقولك هو من رفض الماء ده اللي هو مش فيلمه اساسا طيب خلينا نرجع لمصر هل بعد الثورة اصبح فيه جمهور اكبر بيشاهد وبيتابع الافلام التسجيلية والروايات القصيرة اعتقد اه انا شايفة كده بوضوح شديد حسنا كمان انه فيه قنوات وثائقية فتحت كتير ما كانتش موجودة قبل كده وهو القنوات الوثائقية طبعا ابتدت الجزيرة الوثائقية وقنوات اخرى بقالها مدة انا شخصيا عملت معهم افلام كتير ولكن انه لا انا شايفة انه الناس اصبحت بتتزوق ده لانه حصل كده تفتحت حاجة جوه الجمهور وجوه المبدعين نفسهم يعني بعد الثور امكانية ان انا اقدر اقول اللي انا عايزه والناس هتسمعني الناس بيتعاست تسمع كل حاجة جديدة انا سمعتاش قبل كده يعني كأن كشف الغطاء عن حقيقة المتلقي وحقيقة المبدع المصري يعني دي قيمة انسانية وفكرية انا رأيي انه الثورة مهما حاول تجهد كمشروع سياسي ما حدش يقدر يجهد القيمة دي يعني طب انت انت كمبدع قررت ان انت تعملي حاجة عن عن الثورة قريبا التسجيلية سواء كانت او رائعية الحقيقة انا قررت اعمل حاجة روائية ولكن انا بفكر يعني اكون عندي وجهة نظر انسانية شوي يعني تناول الحدث الكبير ده واثروا على حياة البشر من غير ما تعرض لان انا عجبني المنتج الانساني او السمرة الانسانية للثورة ومش منتبهة قوي للثمرة السياسية لان انا عارفة انها هتيجي بعد حين لكن اللي جيه حالا فورا واصبح واضح في الحياة بالنسبة لي انا كمبدعاء او كانسانة السمرة اللي خلفتها السورة في البشر الناس اختلفت ودي حقيقة وده ادف ثراء كبير جدا للشخصية المصرية الضيفة جيهان الاسر المخرجة بجد ما ورطينا نتمنى لك التوفيق في مشاريك القادمة ونتقابل في ظروف افضل مرسي المشاهدين دي كانت نهاية فقرتنا ونهاية يومنا بكرة هنكون معك على الهواء من 9 ال 11 الصبح كالعادة مع طاقم جديد نشوفكو بكرة سبعة الخير